السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال فيديو النهاردة نتكلم فيه عن فوايد الكرمب الملفوف للحامل والجنين كلنا عارفين ان خلال الحامل بتهتم الحامل بصحتها وبتخذيتها كثيرا عشان هي طبعا ملزومة او مسؤولة عن حياة اخرى ويجب عليها ان تراها وبتحرص على صحتها ونموها والتغذية الجيدة من الضرورية خلال شهور الحامل والخضروات والفواكه من العناصر التي يجب تناولها بكميات وفيرة خاصة في الحامل اذ انها تمد الحامل والجنين بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسادة والالياف التي لها فوايد صحية عديدة والكرمب والملفوف من الخضروات الوراقية المغزية والمفيدة لكن له بعض الاصار الجانبية كالترابات الجهاز الهضمي مما يجعل بعض الحوامل يخشينا تناولهم سنتعرف في هذا الفيديو الى فوائد الكرمب للحامل والجنين واضراره الكرمب او الملفوف بيحسن من المناعة تتعرض الحوامل لبعض الامراض المعادية نتيجة ضعف المناعة تناول الكرمب بالملفوف كد يساعد على تقويت المناعة نظرا لما يحتويه على مضادات الاكسادة وفيتامين جيم تاني حاجة الوقاية من الانيميا تحتاج الحامل الى كميات اكبر من الحديد لتكوين دم الجنين ولزيادة حجم الدم في جسمها ليضخ الى كل اجزاء الجسم بما في ذلك الرحم كد يوفر الكرمب بعض الحديد للحامل كما يوفر لها بيتامين جيم الذي يساعد على انتصاصه ولما نتكلم عن السكر في الحامل يبقى هنتكلم طبعا عن الكرمب يحتوي الكرمب الملفوف على الالياف التي تساعد في تنظيم مستويات الكولوكوز في الدم مما يساعد على الوقاية من مرض السكري خلال الحامل اربعة تنظيم ضغط الدم يحتوي الكرمب على بعض المعادة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم مثل البوتاسيوم خمسة خفض مستوى الكولوستيرول في الدم قد يساعد الكرمب بما يحتوي عليه من الياف ومضادات اكسادة على خفض مستويات الكولوستيرول في الدم مما يحمي من تصلب الشرايين وغيرها من المشكلات كالجلطات ستة مقاومة السرطان يحتوي الملفوف على مواد مضادة للأكسادة ومقاومة للسرطان تساعد على وقاية الحامل والجنين من السرطان في المستقبل سبعة الوقاية من زيادة الوزن يزداد وزن الحامل خلال الحمل طبيعيا كد يساعد تناول الكرمب على عدم زيادة الوزن بصورة كبيرة إذ إنه يشعر بالشبع والامتلاء فوائد الملفوف أو الكرمب للحامل في الشهور الأولى هناك بعض الفوائد للكرمب تفيد الحامل خاصة في الثلاث الشهور الأولى أو الحاجة علاج الإمساك يحتوي الكرمب على ألياف تساعد على علاج الإمساك الشائع في الشهور الحامل الأولى تاني حاجة نمو عظام الجنين يحتوي الكرمب على الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين كاف وفيتامين جيم ما يساعد على نمو عظام الجنين وصحاتها كما يكوي عظام الأم ويكيها من نقص الكالسيوم ومن فوائد الكرمب أيضا تخفيف آلام السج بعض الحامل يعانين خلال شهور الحمل الأولى من انتفاخ السج وتألمه وحساسيته وتشير إحدى الدراسات إلى أن وضع أوراق الكرمب على السج قد يساعد على تخفيف الإحتقان والتوروم ومن فوائد الكرمب الأحمر للحامل يحتوي الكرمب الأحمر على نفس العناصر الغذائية الموجودة في الكرمب الأخضر لكنه يحتوي على كميات أكبر من بيتامين جيم والحديد وبيتامين يه فوائد الكرمب لتثبيت الحمل ليس هناك فوائد مباشرة للملفوف لتثبيت الحمل لكنه قد يساعد على تغذية الجنين ونموه مما يساعد على استمرار الحمل دون مشاكل ودلواتنا نتكلم عن أضرار الكرمب للحامل على الرغم من أن تناول الكرمب خلال الحمل له فوائد عديدة إلا أنه قد يكون له بعض الأثار الجانبية مثل الغذات والانتفاخ وقد يتسبب الكرمب في الإصابة بالألام الشديدة في البطن لمن يعاني من التهابات الكولون كما قد يسبب الغذات والانتفاخ لداء البعض كسور الغذة الدركية الكرمب من الخضروات التي ربما تتدخل من عمل الغذة الدركية وإفرازات هرموناتها لذلك قد ينصح بتجنب تناول الكرمب لمن ندي مشكلات في الغذة الدركية وكثير مننا بيسأل هل الكرمب يزيد الوزن للحامل والإجابة طبعا الكرمب التزج لا يسبب زيادة الوزن للحامل بل قد يساعد على انخفاضه لأنه قليل السعرات الحرارية ويشعر بالشبع لكن حشو الكرمب بالقرس وغيره قد يتسبب في زيادة الوزن ترجمة نانسي قنقر